السلام الرحيم حضرتك أنا طبعا هكمل اللي قاله فاتح ويا الحاج عبد الزاهر أن طبعا لما بتنعاقد الجلسة باتفاق الطرفين المتنزعين بالاتنين الأمين لما بيمضيهم على التزامهم بحضور الجلسة العرفية للتصالح خلاص وإظهار الحق فيبدأ يبلغهم أن كل واحد فيكم يدعي اتنين قضاء أو تلاتة قضاء حسب الدعوة فكل طرف يدعي اتنين من القضاء يدعيني مثلا من طرف أحد المتخصمين وبيدعي الحاج عبد الزاهر من طرف أحد المتخصمين ومعانا اتنين تانين مدعين الأمين لما بيقعد خلاص وبيلزم الجلسة هو بيبقى مسئوليته الأولى والأخيرة الحفاظ على المستندات والأوراق والحفاظ على الجلسة وتأمنها وضيافة الطرفين والسادة القضاء نعم ده خل سيادتك سمعنا من الشهود وسمعنا من الطرفين النزاع وخدنا بالحجج اللي كل واحد أزل طبعا لأنه فيه قاعدة عرفية البيناء على من الدعاء والأمين لما أنكر ممكن فيه حد بيدعي على حد الدعاء كاذب طب لو هو بيدعي طب أنت يا صاحب الدعاء للدعاء هل لديك شاهد؟ هل لديك مستند؟ لا ما عنديش بنرجع لإيه؟ للرجل اللي اتهمه خلاص إنه هو من حق وطبعا إنه هو يحلف إنه حصل أو ما حصلش سمعنا ولمينا بكل أرجاء القضية دخلنا حجرة المدولة يا سلام اللي هي بيبقى فيها الأربع قضاء زائد الأمين اللي هو بيضيفنا في بيته أو صاحب المكان طبعا سمعنا الأطراف كل قاضي بيقل رأيه في اللي سمعه من شهود وإزباتات وأدلة نعم ممكن أنا والحاج عبد الزهر أصدقاء وإخوات ممكن الحاج عبد الزهر يكون له رأيه في نقطة وأنا ليه رأيه تاني في نقطة ولكن لابد من تحليل الحكم أنا أحلل الحكم بتاعي تبني على أي أساس ما قلش حكم إنه لأ ده عشان أساسه واحد اتنين تلاتة اربعة عشرة فبناء عليه أنا حكمي في هذا الأمر كذا وقد تخرج أغلبية المحكمين لا أنا أكمل لحضرتك فنتفق إذا اتفقنا الأربع قضاء على هذا الحكم نخرج للمطرفين النزاع والأمين يزيع عليهم أو يتلو عليهم بيان الحكم جميل قبل ما نخرج اختلفنا كقضاء مع بعض اتنين لهم رأيي واتنين لهم رأيي زي ما العمد عبد الزهر قال إن هنا نستعين بالمرجح اللي هو الأمين اللي إيه اللي سعى على جمع الطرفين علشان يوفقهم للقاعدة فهنا الرجل ده لو قال إن رأيي اللي اتنين القضاء ده أنا من رأيهم أصبح إحنا ملزمين بالموفع على رأيي الأغلبية من القضاء بقوا ثلاثة كده الواس بقوا ثلاثة أصد اتنين جميل فبالتالي نرتضي إحنا كقضاء حكم الثلاثة أصد اتنين هل أحيانا تحتاجه في إجرسات المداولة للاستعانة بأحد المستشارين القانونيين أو بأحد الدعاء اللي ما يكون أم له علاقة بالشق الشرعي طبعا أحيانا بعد إذنك تفضل بص يا معاني الرئيس إحنا برضو عندنا قاعدة عرفية نعم وهي من السنة بالبلد إعطي العيش لخبازه وفي الشرع أو بالسنة سألوا أهل الذكر سألوا أهل الذكر نعم سألوا أهل الذكر أنا جايز أدخل في جضية محتاجة رأي مهندس والجضاء دي بالمناسبة عندنا بعد بقرة يعني محتاجة رأي مهندس كانت من حول 15 يوم رفعناها لحين مهندس يروح يفصل لنا في اللي احنا حددنا تمام قضية محتاجة لرأي دين علشان يمين طلاق نعم أنا عارف بس أنت لما كل راجل قلت يمين طلاق وزودتك وأهلاء عايزين يتطمنوا معنا معنا أسات زادا كاترة والشيوخ منطقة الأزهر اللي هي في الشرقية عندنا مستعينوا بينا بنستعين به ويكون مشكور بيقول لنا رأي القانون صراحة نعم السؤال هنا عمدة ترجمة نانسي قنقر